وإذا كحضرت النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين أقول لكم بس حاجة كده من تأملي في كلام حضرت النبي إلا هو لا أتيه الباطل من بين يدي ومن خلفه وكلامه صلى الله عليه وسلم كلامه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم تعالوا نجمع حديثين من مع بعض حديث الصدقة تطفئ غضب الرب ثم حضرت النبي يقول والكلمة الطيبة صدق فإذا كانت الكلمة الطيبة صدقة والصدقة تطفئ الغضب فكيف لا تطفئ الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة غضب الزوجين الكلمة الحلوة هو المعنى اللي غاب من بيوتنا واللي خلى العصبية ملاهاش آخر يبقى احنا لازم نبص شويتين ثلاثة إزاي نعالج العصبية دي أسوأ بخل هو البخل وقت العصبية إن انت تبخل بكلمة تبرد قلب حبيبك تبرد قلب زوجك تبرد قلب زوجك هو ده البخل الحقيقي ولذلك لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا لما نغضب نغير وضعيتنا يعني إذا كنت واقف تقعد وإذا كنت قاعد وإذا كنت واقف تمشي وإذا كنت ماشي تقف الناس فهمت إن ده تغيير وضع جاسة دي بس لا أهم حاجة تغيير الوضع النفسي أنا هقول لكم على شوية إجراءات ممكن نعملها عشان نعمل كده ونتخلص من العصبية أول إجراء إجراء ده إحنا ممكن نتعود إن إحنا نعمله دايما هقول لكم ليه؟ لأن كل اللي إحنا عايشينه ده من جراء إن إحنا عايشين الانفعالات دي أول حاجة إحنا محتاجين نعمل كل يوم عدد لا نهاية لا وخاصة اللي من يدخل البيت إن إحنا نذكر نفسنا إن البيت دي إن البيت ده فيه حبيبي وإن اللي جاي من الشغل ده حبيبي ليه؟ فاكرين لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبره بأنك تحبه إحنا محتاجين نذكر نفسنا بإن إحنا بنتعامل مع حبيبنا لإن الانفعال بيبقى في لحظة بحس إن أنا بتعامل مع عدوي لا ده زوجي زوجي ستر وغطايا ده زوجتي اللي ربنا جعلها سبب إن البيت ده تتملي بالنور والبركة ده جوازها جاب الخير معاه الجواز ده فتح باب الإقبال على الله سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى إيه اللي حاصل؟ أنا محتاج إن أنا أذكر نفسي عدد من المرات لا بأسة به وليكن عشر مرات عشرين مرة إن أنا اللي في البيت دي حبيبتي اللي في الشغل ده حبيبي وافتكر ده واشح النفس بهذا المعنى ويبقى نيتي كده الكلام لما يبقى كده عينغمس وانا بتكلم الكلام ده في المحبة وإنما الأعمال وبالنيات وأنا بحب الحديث إنما الأعمال وبالنيات لإني العمل النية فيه فإحنا لو ملينا نيتنا وملينا قلبنا إن إحنا بنتعامل مع أحبابنا هيطلع الكلام كلام حب ونلاقي العصبية بتبرد لوحدها دي أول حاجة الحاجة التانية ومهمة جدا جدا نعملها طول الوقت إيه اللي بيخلينا نتعصب لإنه في وقت العصبية محدش فينا بيبقى عارف إيه الحاجات الحلوة في شرك حياته تعالوا نعمل كده كل شهر ويا ريت لو قد تروا بتعملوا كده كل أسبوع إن كل واحد فينا يفتكر الحاجات الحلوة في شرك حياته ليه؟ عن احتاج إن إحنا نستخدم الحاجات الحلوة دي في وقت العصبية إن أنا في وقت العصبية أقول له على فكرة أنت راجل كريم وبنقصول والكلام دوت وأنا بحب فيك ده وأنا نفسي أقول للناس كلها قد إيه أنت كريم وبنقصول بس طب إنت بتعصبيني ليه؟ هيلقي الدنيا هديد وهو يقول لها والله أنا ما شفت في دينك ولا في أخلاقك أنت أجمل هداية ربنا أهدهالي الدنيا بردت فلازم إحنا كل واحد فينا يحب يعرف الحاجات الجميلة في التاني وده واجب علينا والله والله واجب علينا عشان نفضل كل واحد فينا نعمل التاني فلازم كل شهر أو كل أسبوع على أقل كل شهر كل واحد فينا يفتكر الصفات الجميلة في شرك حياته ويستخدمها لما هو يجي يكلمه لأنه هو يحس أنه فعلا فهمه ويعرف الحاجات الحلوة فيه عارف أكتر حاجة توقف العصبية إيه؟ أنك تنادي الشخص بأجمل ما فيه لأنه ساعة ما بيتعصب بيخبي حاجة وحشة فيه بيدافع عن نفسه أنه محدش يمسك الحاجة الوحشة اللي فيه فلو قلت له حاجة جميلة فيه هي بقى الجمال أهم عنده من أنه يشوف الحاجة الوحشة اللي فيه تالت حاجة احنا ممكن نعملها أن احنا لما يحصل وقت العصبية العصبية على فجأة ما بيتجيش فجأة سيبوكم من الكلام اللي احنا بنكتب بيه على نفسنا ده الكلام اللي احنا بنكتب بيه على نفسنا جاي وما أبرق نفسي أن النفس الأمرتهم في السوق الأمرتهم بالسوق وما أبرق نفسي أن النفس الأمرتهم بالسوق إيه اللي حصل؟ نفسنا بتجي تقول لنا إيه؟ تقول لنا على فكرة العصبية بتجي فجأة لا احنا بنحس أول ما تلاقي يديك بتتتعيش وحشك حمر انت حاسس ان انت مش قادر حاسس ان انت بتهتزق العصبية تعمل إيه بقى؟ تذكر ربنا سبحانه وتعالى لما تذكر الله سبحانه وتعالى ده يكون لي أثر كبير على نفسك ألا بذكر الله تطمئنه القلوب الحاجة كمان اللي احنا ممكن نعملها والحاجة الرابعة نحنا نعمل إيه؟ نأجل لما يجي وقت العصبية نستسمح بعض والتنين هم سمعين الزوج والزوج يبقى بينهم كده على طول سيم بينهم لغة خاصة إيه رائج نأجل الكلام ده لمدة ساعة وعلى فكرة وما فيش مش عيب خالص إن إحنا لو إن إحنا أجلنا لساعة وتعصبنا نأجل لساعة كمان بس نرجع بعد الساعة ليه طيب؟ كل مرة بنأجلها أقول لكم سير كل مرة بنأجلها بيبان بيننا إن إحنا حريصين على إن إحنا كل واحد يجبر خطر التاني وما يكسرش بخطر وما يقزيش التاني آخر حاجة إحنا محتاجين نمسك بجنب ربنا سبحانه وتعالى ومدده تعالوا نحنا كمان نقول حاجة مهمة جدا مجربة في أوقات العصبية والانفعال قول واطلب مدد ربنا وقول له يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي لو عملنا الحاجات دي أنا أظن أن العصبية هتخف وأنا أعرف أن العصبية دي مش شيء مقدر علينا أقول لكم حاجة العصبية قرار ومن حقك الاختيار أن أنت تختار أن أنت تعيش وقلبك مليان بالأنوار مش مليان بالنار اللي جاي من الشيطان ومن النفس الأنوار بالسوق يا رب الهمنا مددك وجعلنا يا رب من أهل طاعتك ومن أهل محبتك واسكب علينا من أنوار الطيبة التي تجعلنا دائما في حصنك وفي مددك يا طيب من الانفعال وتجعلنا مع سيد الرجال من أرسلته رحمة لنا في كل حال يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر